نرى الآن ردد الفعل الناس أو مواطنين جزائريين حول قضية المعلمة التي تم طعنها من طرف التلميذ لكي الناس تستوعب وتفهم الشرخ الكابيلي صاري من المجتمع تانا مولاوش يقادر المعلم وكي الناس كارهين التلميذ وكي الناس كارهين المعلم لماذا لأن المجتمع تانا رهولة تخلط راحة المبادئ راح كل شيء لكي الناس تخدم بالعاطفة أكثر إذن نبدأ برابح هذا الأعلان يجب إعادة النظر في الإعادة في جميع أطوار التدريس إضافة إلى تفتيش الفجائي للتلميذ بل وحتى تحليل فجائية لكيشف المتعاطين المخضرات أنا أدعمك مئة بالمئة يا أخي هذا هو لازم يديره سهلة بسيطة جدا ما فيها لتفلسيفة لا مجلس إداري لا مجلس حكومي لا ولو نعود النظر في جميع الأطوار جماعة في المتوسطة فينا علاج لأنه مدام هذا الشخص في المتوسطة حمل سكين مدام هذا في المتوسطة حمل ماه سكين وضرب أستاذا ما أنت هذا الشخص الملكون يطلع الجامعة يقتل مجموعة أفراد الملك هذا الشخص هذا مجموعة أفراد يقتلهم ما أنت هذا الشخص كان يشكل تهديد وخطورة للتلميذ يعني قد يكون قتل تلميذ يعني يكون خلاوة مغضبش إلا معلم وصار المشكل مع تلميذ حقر وما أنت راح يقتله ما أنت هذا إنسان عنده رغبة في القتل ما أنت عنده دافع في القدل الظروف المحيطة وتأسفوا الناس المحيطة به المجتمع كيف تربى هذا الطفل كيف تربى سيكالثة جميعا لتزموز يجب أن نعود صنوات جميع الأطوال خاصة في الجامعة الجامعة الترنظيف والتقصار والسكس ومدال حالة جميعا في الجامعات وحاش الكثير ولكن نرى هم صوق في الجامعة لذلك فهذا كلمة تحب توجهها للمواضيع فهذا كلمة تحب توجهه يجب أن تضرب أستاذه ولم تربيه ولا أستاذه يسبب لأخر لكن لا تهدروا بالطربية على الشخص كيف تربى سيكون تتماسك مع نفسه ويصبر سيكون موضوع وصل الدرجة أنه يجب أن نزل المواضيع ونضرب بعضنا هذه الناس لا تهدرهم أيضا إذن يعطيك الصحة الأخرى بحربة ونجب أن نقوم بفعله كل يوم وكل أسبوع للمطاعاطين فجائيا لكي نرى الناس الذين يتعرون في مخدرات مخدرات قناة الألعاب يقول وماذا عن حماية أولادنا من الأساد ذو المدرع والحراس وغيرهم حسب الله وكفاء هنا هذا هو الموضوع الحساج الذي أريد أن تكلم عليه وماذا عن حماية أولادنا من الأساد ذو الموضوع وماذا عن طريق المجتمع تنرى وكان فساد من جهة الأساد ذو المدرع والحراس وأنا أشهد بهذا أنا مثلا في العهد أنك كنت نقرأ عند سنوات يعني كنت في الترمينال حقيقة كان فساد كبير 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 في الموظفين والمعلمين وكان فساد في الحراس والمدرع وغيرهم كنت نقول فساد فساد مالي وفساد في المعرفة وتال أساد ذو لماذا؟ أنا واحد من الناس عقبت الباك عادي جدا وعقبت كل شيء عادي ولكن كنت وصلت للتي بي تاعي أو للتي دي تاعي تطبيقي قالوا لي بلين تارك ما جيش تقرأ عام كامل يعني تخيل أنتم ما يدريوا استدعاء تاع الباك ونعقب الباك ونعقب القرية وكي جي تي دي لمعامل تاعه عالي جدا ما أنت كنت نديره وننجح وجبت الباكالوريا بلا تي دي هذا جبت بمعدل تسعة تقريبا ثمانية فاصل ثمانين أو لا لو كان فوت هذا التي دي وعطوهولي كنت نجيب معادل على أقل حوالي ثلتاش حداش المعدل في الباكالوريا ولكن للأسف هما لي كانوا سبب أن مهوش المديرية ولا غيرها ولكن هما لي خلاوني منعقب الباكالوريا كل شيء نرمال ولكن سنيوني بلي أنا ما كنت نجي عام كامل خدعوني ما يحضروا ليش لذلك فهما كان فساد وكان حقرة كبيرة ومدام هذا الشخص كتب هذا الجملة ما عندها كانوا أمور وانتمنى أنه جماعا في الكومنتاري يوضحونا وش هو ماذا الأمور هذو اللي يحقروا بهم الأساد والمدارع والحراس وغيرهم وش راح صاري إذا كان حاجة مشكلة في المجتمع تانا لازم نهضروها لازم نكسر طابوهات هذو لازم نعفوش كان في المدرسة الجزائرية وش راح صاري إذا كان حاجة حقرة معرفة لازم نكشفوها إذا كانوا يحقو الطفول صغير لأنه ما يحققوهم لأنه متحقفوها Étatsına و impid份 يتعلمهه إنًا تلتعلمت ولي تبجلو فلانا وان فلانا بين أنه فلانا يعرف فلانان هنا hang ماذا نتل بليش isteda وهنا مブليش مدير وهنا موليش حارس إذاً لازم نعرفه منى لازم عدّو نوع المشكله هكذا رضو عليها ثلاثة من ناس كاتبين عندك حقر يحملين ذه الاساد 그렇죠 ذو المراقبين جانا زيان ها وجابتها وحدة خاطئة ما تعرفهاش قلت لها أنت بالحق راني حاملين ذول الأسادي ذو المراقبين ما أنت رغم يحقروا في ولادتهم الأسادي مؤلمين ومدنهم نقاط بالوجوه وبالمعرفة وبالصور إيمة باكس أيضا قالت أنا معك في هذا الكلام إذا كان هادرة كبيرة فهموها نجمع إذن حسان بالخير يقول الأستاذة راه يحارب الأسادي ذا راه يحاربوا في الجهل بالعلم نعم راني معك المدراء راه يسيروا في المؤسسات التعليمية نعم والحراس وعمال نظافة يساهموا في نشر العلم لخاتش هما ليوجدوا مؤسسات تعليمية نصحك تهتمي بالأمور الثقافية والفكرية هذا جاوب عليها بهذه الطريقة هذا رأيه ممكن ما عندوش فكرة ما صارلوش مشكلة مع هذا النوع مطبخ أمر آزان صحة عندنا متوسطة في سكيكدا فيها غير المافيا مطبخ أمر آزان يتأكد بلي عندهم متوسطة في سكيكدا متوسطة فيها غير المافيا حقيقية كارثة كبيرة بزيف والقانون أصبح لا يحمي مجتمعنا رب يجيب الخير كي تسمع ناس فقدة الثقة في القانون أبلادنا وكي يقول لك بلي القاضية والقانون يقول لك آه سمع تعرفوا بلي كان خلال لجماعة كان خلال في المدارس وكان خلال في العدالة جماعة لماذا ما هو يحب الحكومة تشوف الشعب وشراه ويحضر وشا هو يعيش لماذا كل ما إنسان يحضر يقول له أنت أيادي خارجية كل ما ينتقي إنسان مشكلة يقول له لا أنت راك حتفزد المجتمع كل ما يقول له إنسان راه نقص حاجة في العقوب دافريك آه أنت راك حتفزدنا مع المروك آه كوم نقول لهم بلي كان استادر وفي فكرة نقصة آه أنت آه أنت بدير هك ومدير شا ما أنت خلاونا حي قنعونا باللي كل ما تهدرك مجرم خلاونا الرأي تانا تعبير الرأي تانا أصبح جريمة في الجزائنة باش تعبر عن رأيك ولا الجريمة يعني إذا كان حاجة في المدارس جماعة راح نقول له حل إذا كان مشكل في الأساد ذا ورحوا المفتشين مفتشين مديرية التربية يحلوا المشاكل هذو الموجودة بالأسادة والتلاميذ إذا كان تلميذ يكرهوه لأنه أمه أو أبه يعرفوه ولا عنده مشاكل واشدخل التلميذ في النص متى يكن أمور يجب أن تكشف وإذا كان كائن المافيا في المتوسطات في الثانوية والجامعة ما لكيفاه إذا لازم هذو الحاربوها لازم هذو الأمور هذو يتحاربو موش الناس بوكلي هزوا ما سلحتهم ويخلعوا في ولاد الناس ما هتنقولوا حنا وش بيك خلعان والقانون ما كانش والناس ما يشتخدم في خدمتها وبعد يقول لك الناس جاي تقرب بالموسو تخرج بالموسو ويقول لك شبيه من الناس ما همش لا هذا خطع إذا جاوبوا عليها تثم الناس قال لك وش اسمها المتوسطة آمين بون حسن بالخير قال الله يكون في عونكم أنا من ولاية البليدة خدام في السيام عون حاجب معنتها مساعد أساس كائن تلميذ يقرأوا عندنا ما يقدروش وكائن حتى اللي راهم كبار في برلاج ثاني ما يقدروش ولا يردوا الهدرة وهم معاودين اللي وكان ما يعودوش كون راهم يقرأوا السناء ثالثة ثانوي ولا يقرأوا في الجامعة وللأسف شديد كائن حتى ثاني أولياء التلميذ ثاني ما يقدروش لذلك فالأمر معقد وعلمه فالإنسان يرى وعاود الآم عدة مرات ما أنت هذا الإنسان حيكون فاسد موش ما أنت بدي حيكون مليحة لا الإنسان اللي حاب يقرأ يقرأ من الآم من الأول ما عليش عاود عام لأسباب بس حابش يعاود ثلاثة أو ربعة هذا إنسان مش حاب يقرأ ومش قادر يقرأ لازم يروح للتكوين مباشرة أجماعة مبقاش ذلك المعاودة الآن في الثانوية أو في المتوسطى عاود 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 لا تقرأ في الدار ولا تقرأ عن طريق المراسل أو لا رب يسألك أما بالشقة إنسان كبير في ثلاثة سنين على الطالب عادي كبير عليه في ثلاثة سنين ولا أربعة ويعاود في الآم لا هذا خطأ أجماعة لازم تعاودوا حسين بالخير عادي ذي يقول الله يشافيها ويعافيها نخدام في السيام بو هذا بو عاود إذن أنفى الآية تقول أنا نقرأ في اللي سي والحمد لله قائم لح أساتذاء تلميذ مدرع رب يحفظها ما ذي تشوف بلي كل شراهم ريقل أذيب لك من الناس ذوك في جماعة المعارف نحكيوا عليه لأنه كان إنسان يكره مؤسسة وكان إنسان يجتي مؤسسة ذيك رابح محمد يقول المدرسة والتعليم كان زمان سبعينات ثمانينات كان المؤلم والأستاذ له الإنسانية لها الإنسانية ولاعب ضور كبير في القسم أما الآن للأسف الأستاذ الآن لا يهمه التلميذ في القسم هذا يعني معك 100% ولا ينتظر الأجرى لأنه يجمع بين التلميذ لتدعيهم بالمقابل لأنه راه يدير في ليكور لأن الناس اللي عندها راه يدير في ليكور إذنك ما هوش مضطر أنه يتعب في المدرسة ولهذا السبب أنه نزول المستوى الدراسي للتلميذ بارابور جيل الثامانينات لأنه هذه المجمعات اللي كور هذا أستاذ ريدي اللي كور ماذا به هذك طفل يسلك دراهم عنده وما يقراش منه في المدرسة باش يدي اللي كور وهذا راه هو صوق ولازم فتشي التربية تدير حل لهذا الموضوع يعمد له قانون خاص يعمد له حل ومن ناحية بعض التلميذ فقدوا التربية والأخلاق وهذه يعني معاك بطبع المشكل دائمي نرجع للتلميذ لأنه المحيط اللي تعلم فيه ولا العائلة اللي تعلم فيها هذه خلاته أنه يكون إنسان يسبزف وصغير كاك ويكون موش متخلق ويكون مافيا ويكون رجلة ويكون وكيون بوكر شطهت قلكم لا تأمموا وحاولوا تقبل أنا تربية أطفالكم وبنية عن الخطأ أين الدين الإسلامي أقسم بله أن أغلب التلميذ لا يرفوا اسم الدين هذي يعني معاك كنا في السابق حنا كنا صغار كنا نقرأ وكتب بزاف لكن جيل هذا كان جيل فيسبوك يعني الوقت حنا اللي قريناه اللي ما كانش عندنا لا تليفون لأولو كنا نقرأ وكتب لكن الجيل هذا اللي لقى التليفون اللي لقى فيسبوك وإنستغرام والتيك توك نهار كمهورو بصبع وطاك تاك 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 معانتها العقل تاعو فرغان دينيا بوم عبد البارك هذا يقول يقرروا غير في ولادهم هذي ثاني موضوع كاليثي كان أساذ يقرروا غير في ولادهم حقيقة كم يقولوا ولادهم هو وش ولادهم يعني اللي زادوهم لكن المعارف وجمع تصوارد وجمع تراهم يعني أمور هذا قناة الألعاب يقول لا أمي ولا شاهد على ما تقول زمان كانوا يضربونها بالعصاء ليس على يد وحسبه إنما على أطراف الأصابع كانت مؤلمة جدا لكن ما عينا أن تفعل أنا ذاك لا زلت إلى يوم أتذكرها ولا ذات الكلام على الضغوطات النفسية وأنا الآن والحمد لله الحمد لله محامية وأم لأربعة أولاد هدفي حماية أولادي وحسب أيام الزمن الجميل هذي كما كم تشاهدوا محامية ورأي تقول بلي تربينا للضرب ومنها حقيقة يعني بيكري كانت مليحة بزاف وكانت الاحترام والمكبير بالبزاف لكن مهما كان الضرب يبقى عنف ومن لازمش طفالنا ربيه بالضرب إذا كان حاجة خفيفة النهار بخلفها أخي الممارسات والعنف كان بيكري ولكن الحاجة الجديدة أصبح المجتمع لا يحترم المعلم والولي يعطي الحق لابنه لازم نربه ولادنا على احترام المعلم حتى ويخطئ مع التلميذ يكون بدون قصد الواحد لكي يتعلم لازم يحط راسه إذا نعني معاك في هذه المقولة هذا الشخص يقول ابني كان في طريقه إلى البيت خرج من المدرسة وتخبى زميله في المدرسة وإذا بيه يخب وراءه السكين وهو صديقه أمرهما تسعة وثمانية سنوات أرادوا أن يضربوا ابني الحمد لله كانت امرأة شاهدتهم طردتهم هذه واحدة المرأة شاهدت واحدة طفل لكي يضربوه بالموس طفل صغير ابتدائي يضربوهم بالموس والولادة صغار جابوا الموس ويضربوه شاهدت الأم هذه يعني كانوا يقتلوه هو الصغير خلاص اتخيلوا جمعا معايا ان الولاد صغار في ابتدائي ولو يهز الموس اتخيلوا معايا طفل صاردوك يقرق يهز الموس ويضرب علاش وين شافها هذي في الأفلام نعم يمكن شافها في الأفلام بزيف يتفرجها وايضا شافها في البيت ممكن شافها في الأب بتاع ودارها تبقها على أمه يعني هو ممكن الولدي تحمي الدابز ويهز الموس لبعضهم فشاف الابن بليها وبيوش دار اباحة ولي هذي هو يدار نفسها صغير ما يعرفش يقول كان ندافع نفسي بالموس وين هي رايحة ما انتهى الكارين هي تبدأ مدار ما تبدأش من المعلم ما تبدأش من المدارسة ما تبدأش من الشارع ما تبدأش من المدار كيفها المهم واحد يقول ربي شافيها هذي خادجة جديد يقول والله طاحت لي الدمعة ما عرفت لها نبكي عليها ولا على التلميذ لضحية طربية بعيدة على الدين محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيء اللي جميل جدا في التعليقات هذه لإنسان غيظ المعلم لأنه فريم وراهي مدوش كاين ما نقلوش نقول له معامل العلم ما هو يشمل ليه ومدامده في المبررات هذا خطأ ومن جهة أخرى ما نقلوش له مطفول إذا كان في الصغير ومتوسط نقول له وابل أنتك مجرم ولا أنتك رخيس ولا فيك وفيك لأنه يبقى ضحية ناس وضحية مجتمع ضحية والدين ضحية طربية وغيرها لذلك فللأسف أيوب بولسنام أيوب بولسنام يقول والله غاضتني وكما يقال القانون لا يحمل مغفلين حبيتها من قلبي نحب نقولها طهور إن شاء الله تكسحها عبدالعزيز ربي شافيها كيمو عبدالكريم يقول لا يسعنا سوى أن نقول حسبون الله ونعمل الوكيل رشيد رجلت لوقت ويجب أن يكون هناك سبب وجه لطعن الأستاذ هنا الناس يبدأ تشك لألاش الطفل لطعن الأستاذ يعني كي تصل المرحلة هذه يراهي كينا حاجة كبيرة كبيرة متهذرج لامين ناصري بعدنا عن الدين في الإسلام ليس له مراهقا وإنما مكلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سنه مسؤولا في الإسلام وهذه حقيقة الناس بالزاف رح يتمد مبارئات الأطفال رح الطفل كيف يزموسوا منه هذا خطأ من نحن لأن الطفل الصغير هو مسؤول مدام رأك مسلم أنت رأك إنسان فاطن لمن تربيتاتك تخليك أن تكون حتى في عمرك عامين عندك ما بادئ ما نشق قور ما نشق أوروبا أمريكا باش نتعلموا بطالقة خاطئة لا وجودة لسن المراهقة بل هي الفترة العمر التي يبدأوا فيها التكليف والإشعاب بالمسؤولية تعطيك الصحة طومي الخضر يجب معرفة أسباب الحادث كلنا مسؤولين أمام الله إن أنت يا رسول الله إن عمد محمد ولا واعي ولا دين ولا أخلاق بون ديروا سلمة سامح تقول وزارة الطربية تضغطوا فقط الأساتذة والتلاميذ لا تفتشهم لا تبحثوا ماذا أحضروا معهم الأساتذة يعانون ويستغيطون شكوان الله يعني كان أمور كارثة بون بو خرش طه تقول هذا قانون من التسيب المدرسي يفرضوا علينا هذا الأنواع اللي حنان نكتشفوها أثناء التريس وكينشكو يدلوهم علينا ويحتمو علينا نسيعفوهم هذه النتيجة صح هذه حقيقة الناس راه يدوب لدوب لدوب لسنوات بعد يقولك باش ندروا تسيب المدرسي ومنخرجوا طفل برة هذا خطأ إنسان يقاود مرطين ثلاث خطرات ثلاث خطرات ما زلوش فوق الثالثة أو على قل بعد عامين التروازية يقرأ من بعيد بالمراسلة ولا يروح يدير تكوين وآخر سؤال لا تقول مجرم على طفل صغير ولكن قل إن عدام الطربية ورعاية الأسرة هذه كتنا ما تقولوش عليها مجرم قلوا إنسان صغير إن عدام الطربية إذن وش رأيكم أنتم أهلية طربية أهل وجريمة أهل هذا الطفل يعني ابتدائي أو متوسط منك سكين عنده الحق بيشضر بأستاذة لأنه أستاذة دارت له حاجة كبيرة هل تبرير الناس في تعليقات معناها هل ناس بكل تدعم أنه وكل إنسان يدعف على روح ويقتل الناس يعني بتعليقات صادمة ما قدرتش نقرها بكل تعبت ولكن جماعة مثلا نعطيكم آخر آخر تعليق عجبني أميرة أميرة قالت لهم عندي ولدي قصير القامة قصير وضعيف البنية يعني هزيل الأستاذة تاعه دايما تعيره لكصير وديله حركات زي ما تكره تكره وهو يحب الدراسة ومنه جاباء دايما جايبتها ليه كي ما تقدرش على الأخرين والله كرهاته في الدراسة وعاد بالصف يروح يقرأ ماشي دايما التلميذ هو السبب المشاكل هذا جماعة أعطيها الصحة آآ بريمون بريمون حاجة مهمة رزم نتابهوا لها كين أستاذة أراهم لا علاقة بالمستوى تأستاذ ولا مؤلمة أراهم نيفو تال معلمة أراهم نقوم نقوله نيفو تاع آآ كل شيء إلا المؤلمة يعني كاين كلمة خاطئة ولكن سميها وش تحب إلا معلمة ما تسميها أو عندها لا عقلية عندها عقلية تشارع تلقاها والله ما لابالها بأمليمة عندها شهرية تسركل بها تحوص بها ويلة أخرى هذه المؤلمة مهمها تطفل وتكره وتحسد لأنه علاقلها صغير لأنها تخرجت بش تخلص بش تقدم علم عليها نيفورا وهابط في كل المجالات وللأسف أعطينا عليكم في هذا الموضوع وش رأيكم في شيء حكيناه في تعليقات الناس اللي صادمة اللي عادي وش رأيكم أنتم مثالي إذن لا تنسوا جماعة دعمونا في لايك وتباطجوا هذا الفيديو وتشتركوا في القناة نلتقي في مقطع آخر سلام